بص الامتنان ده شيء سحري يعني بيغير في نفسية الإنسان بيغير في كيانات لما الواحد يحس انه هو في حد بيردله جميل او في حد بيشعر بي او في حد بيدعمه نفسان الكلام ده قلناه قبل كده بس هو فعلا على الارض ليه انعكاسات كويسة قوي خلينا نروح ونربط الكلام اللي انا بقوله لحضراتكو ده بالهاشتاج يعني التالتة طبعا على التوالي للتاريخ اللي بيتصدر يا كريم كان الترند تقريبا او تحديدا عفوا امبارح امبارح كان هذا التويتا او التويتا دي او الهاشتاج دي يعني متصدرة امبارح الترند بشكل كبير جدا تعالوا نشوف خلينا نروح نشوف بعض الحاجات اللي الناس كتبتة على هذا الترند خلينا نبدأ باية اية بتقول لاتس دو تجان والله من بقك لباب السماء اية بتقول ان شاء الله التالتة للتاريخ التالتة على التوالي محمد فارس طبعا ده زميلنا في قناة الاهلي بيقول في 2007 المغربي العرجون متع حلم التالتة على التوالي في عشرين اتنين وعشرين حلم التالتة على التوالي لأول مرة في تاريخ القارة سوف يكتب على ارض مغربية في قلب استاد محمد الخامس صعب اه صعب بس هو الاهلي اصلا شجعناه عشان هو اللي سهل كل صعب طيب نقرأ طبق اميرة طلعت بتقول قادرين او قادرين نجيب التالتة على التوالي التالتة على التوالي للتاريخ وعاصم الوهيدي يقول من فلسطين كلنا معاك يا اهلي لتحقيق التالتة على التوالي باذن الله يعني من كل مكان هو تحقيق بحاجة عظيمة او شايف ارى الاسم الصراحة هو ايهيت حاجة بس ايهيت ايه ايهيت زلوتو زلوتو مين زلوتو مين زلوتو يطرى مين زلوتو ده انتو نجيل عودنا انكم الابطال في ظروف اصعب من كده المرة دي كمان العبوا بشخصية البطل وارجعوا بالتالتة على التوالي انجاز حيفضل محفور في دهن كل اهلاوي حمزة سيد بيقول رجال الاهلي في المعاد ان شاء الله البطولة اهلوية التالتة على التوالي للتاريخ انت كنت عند حمزة اه ايهيت تاني اه ايهيت بيطلع لي ده بيبقى نصيب الحاجات دي جيل صاحب اتنين افريقي على التوالي جمهور واثق فيه انه قادر يجيب التالتة من اي ملعب اي مكان للتاريخ يا اهلي لجمهور ركهات الحادية عشر حلو برضو كلامك رف اي سترونج هولد برضو اسماء ملفتة للنظر النهاردة بتتواصل معنا بيقول اشياء تنتمنى تكرارها فوز الاهلي بالبطولة الحداشر والتالتة على التوالي معلول يشارك في نهائي دوري الابطال التالتة لي التالت لي السلية يسجل في النهائي الرابع لي افشى رجل مباراة النهائي للعام التالت على التوالي محمد شريف هداف دوري الابطال للعام التاني على التوالي وطبعاً الهاشتاج التالتة على التوالي للتاريخ التالتة ليكم دي من حياة والجيل يستحق التتويج التاريخي التالتة للكيان اللي يستحق البطولات التالتة للرد على كل مشكك وغافل عن عظمة الأهلي النجمة الحديدة عشر أو الحداشر البطولة التالتة على التوالي أهلاوي بإذن الله تعالى سترونج هولد ما اكتفاش بالرسالة الأولانية وبعت لها تكملة بيقول فيها تحدي لتحقيق إنجاز محدش حقاقه قبل كده إنجاز يكتب اسمكم في التاريخ بحروف من دهب أول جيلي يحقق إفريقيا لثالت مرة على التوالي بعدها نحقق السوبر الثالت عشان يكتب إنكم حققتوا ست بطولات قرية في سنتين هتعملوا صفحة لوحدكم في كتب التاريخ برضو ننجعون من بقك لباب السمن في الله خلونا نعرض يا جماعة التويتات من غير ما نقراها كده وإحنا بنتكلم أنا وكريم يعني عشان محدش يزعل نعرض السوري يعني الهاشتاج ده والكلام اللي كتب وإحنا بنتكلم عشان يبقى أسرع بس طبعا مسندة نفسية في وقتها يا كريم مؤذرة الجماهير للفريق في بطولة كبيرة جدا ويعني عنده أمل كبير وواثق فيه وفكرة الدعم النفسي ده مهم جدا من جماهير أي فريق هنا لو هنتكلم في العموم الفكرة أن أنا مع فريقي وبدعمه نفسيا غير بقى الحرب النفسية اللي بتحصل من البعض الخارجي يعني الحاجات الخارجية اللي احنا بنبقى عارفينها والتصريحات والمش عارف يقولك الحصري والحاجات اللي زي كده احنا مركزين مع نفسنا جمهورنا مركز معنا وإحنا مركزين مع جمهورنا فأي حاجة بتكتب أي حاجة بتتقال الواحد ما بيركز فيها تماما التشكيك محدش بيركز فيه ظروف أصلا المباراة نفسها اللي احنا راحانها اللي هي فيها كتعلامات تفهم كتير جدا بس بغض النظر ده ما كانش حيمنعنا ان احنا نروح ونبقى بشخصيتنا ونثبت نفسنا كويس جدا ونحقق البطولة بإذن الله ونرجع بيها للمرة الثالثة على التوالي لينا والجماهير أكيد هذا النادي العظيم اللي معتقدش يا كريم كانوش وقفين معاه حتى في المكسب زي ما بتقال وفي الخصارة يعني ده تاريخ هاشتاجت كتير جدا احنا مش هنقدر كنا نقراها كلها بس على قد منقدر هنعرضها عشان برضو حدش يزعل بس انا عجباني جدا هذه اللافتة حاجة محترم جدا وزي ما بقولك في توقيتها يعني هو ده التوقيت فعلا المصبوط